بعدة فقهية إذا توسطت السلعة فلا ربا إذا توسطت السلعة فلا ربا يعني لو إن هذه الشركة بتدفع تمن آلة معينة ما كان معينة أسمنت أو حديد أو غير ذلك أي أن كان بقى المشروع اللي هي بتساهم فيه بتدفع تمن السلعة وبعد ذلك المشتري للسلعة هذه بيسدد هذه الشركة طبعا لازم يكسب هيحط له نسبة ربح ما يكسب يبقى كده ما فيش ربة في الموضوع لأن هنا في سلعة توسطت بين هذا وبين ذاك ما عادش مال بمال ما عادش مال بمال لكن أنت هتعطيني أنا هتدر بلحضتك مثال أنا رايح هشتري ثلاجة الثلاجة دي بألف جنيه فوري وبالقصد بألف ونص حضرتك قبلتيني رايح فين فقلتيني كذا كذا وأنا مش معايا الألف الفوري ده فقلتيني خذي الألف جنيه هوت روح هاتي التلاجة وسددلي الألف اللي أنا كنت بألف ونص اللي أنا كنت هسدده للمعرض ما أنا كده كده هسدد معرض ألف ونص بالقصد هسدده لحضرتك ألف ونص أنا لو تعاملت مع المعرض ده بيع وشراء بيع وشراء لا شيء فيه لكن لو تعاملت مع حضرتك يبقى ده مال بمال مع الزيادة المشروطة زي سلف كده سلف بردها زمهية سلف اللي هو بيسموه بالفايز ايه بس زمهة لكن بعطيه كما هو لكن ده مع الزيادة المشروطة ده مع الزيادة المشروطة ده يبقى ربة لكن الأولى دي بيع وشراء بيع بالتقصيد بيع فوري أيا كان في سلعة في الوسط بيننا فلو كانت الشركة دي بتساهم في ثمن السلع للأفراد أو للشركات يبقى ده أمر لا شيء فيه